كل يومين ثلاثة يخرج إتمار بنكفير ويقول إذا لم تستمر هذه الحرب أنا سوف أنسح من الحكومة الإسرائيلية إذا لم يكن هناك تجديد للعملية البرية أنا سوف أعتزل هذه الحكومة إذا لم يكن هناك تحقيق لإنجازات عسكرية فأنا سوف أنسح من الحكومة هذا يتكرر بشكل دوري اليوم على سبيل المثال كان هناك إخلاء لمجموعة من المستوطنين في تلال الضفة الغربية هذا حدث أمس طبعا اليوم خرجوا على تويتر مهاجما وزير الجيش الإسرائيلي وقال له بدل أن تهتم بدعم الاستيطان في يهودة والسامرة أي الضفة الغربية حسب التعبير الثوراتي فأنا عليك أن تهتم في الحرف غزة وهذا في إشارة أيضا إلى هذا التجاذب السياسي الذي حاصل داخل الحكومة الإسرائيلية ولكن بالمجمل لا يمكن القول أبدا بأن الحكومة الإسرائيلية الآن تعاني من انهيار المنظومة السياسية فيها لغاية الآن الأمور مستقرة داخل الحكومة الإسرائيلية القرار الثابت هو استمرار هذه المعركة إتمار بن كفير حدد بعد الهدنة أو خلال الهدنة الأولى التي حدفت بأنه إذا لم يكن هناك استيناف للعملية البرية فهنه سوف ينسح من الحكومة الإسرائيلية وبالتالي تسقط الحكومة يسقط من يمينة يوم الدعوة لانتخابات مبكرة هذا لم يحدث لأن الحكومة بالفعل ذهبت إلى تجديد العملية العسكرية بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وبالتالي تهديدات إتمار بن كفير هي جزء لا يتجزأ من تأكيده على أن معسكر اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل يدعم استمرار هذه العملية العسكرية بغض النظر عن مستقبل المحتجزين وبغض النظر عن الأوضاع المأسوية داخل قطاع غزة بالنسبة للجنود الإسرائيليين الذين يسقطون واحدا تلو الآخر خلال ساعات وساعات أيضا لابد الإشارة إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اللي بالتقى قبل قليل أيضا مع مجموعة من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم جيك سوليفان وبلينكين وأيضا عدد من أعضاء الكونغرس هذه الزيارة جد مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بسبب تأخر الجسر الجوي العسكري من العتاد العسكري الذي تطالب فيه إسرائيل حسب التفاقية عام 2016 التي تلزم الجانب الأمريكي بتوفير الذخيرة للجانب الإسرائيلي دون قيد أو شرط حسب هذه الاتفاقية الجانب الأمريكي وتحديدا بلينكين قال بأن لا يوجد هناك تأخير سياسي إنما التأخير هو تأخير لوجستي وأن السلاح قادم إلى إسرائيل لا محالة هذه الذخيرة المطلوبة هي جزء من الدعم للمنظومة السياسية الإسرائيلية في حربها ضد حركة حماس ولكن أيضا كان هناك مجموعة من التصريحات بالنسبة لرون ديرمر الذي يريد أن يتحدث مع الجانب الأمريكي حول مستقبل قطع غزة الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يرى لا سلطة ولا حماس أي لا فتح ولا حماس موجودة في قطع غزة إنما الحديث حول سلطة جديدة محسنة بدون فساد وطبعا هذا شيء لغاية الآن مازال هلاميا بدون أي مضمون سياسي حقيقي الولايات المتحدة تطالب أن يكون هناك عودة للسلطة الفلسطينية توليها المهام الأمنية والاقتصادية والإعمار إضافة طبعا إلى دعم عربي بتحديدا من مصر وذلك لإتمام هذه المهمة ولكن الجانب الإسرائيلي مازال متعنتا في هذا الملف الخلاف مع الأمريكيين أو تباين في وجهة النظر الخلاف كلمة كبيرة جدا هذه ليست خلافات هذه تباين في وجهة النظر بين الحليفتين هو حول ما بعد انتهاء الحرب أما ميقات الحرب فلغاية الآن الولايات المتحدة رسميا حسب مقال الرئيس بايدن قبل بدء جزته لأعياد الميلاد قال نحن لم نضغط على الإسرائيليين لوقف اطلق النار العملية العسكرية مستمرة وذلك لتحقيق أهدافها وهو تدمير حركة حماس واستعادة إسرائيل لقوة الردع العسكرية التي بدأت تحصل عليها وبالتالي الجانب الإسرائيلي يريد استغلال هذه الأيام أيام الإجازة لأعياد الميلاد للأمم المتحدة للإتحاد الأوروبي للبيت الأبيض للكونغرس وذلك للعمل على ترتيبات يمكن من شأنها أن تعيد الزخم للعملية العسكرية بعد انتهاء عياد الميلاد والمقصود هنا بعد الخامس من يناير المتحدث باسم الحكومة قال الحرب تنتهي إذا تخلت حماس عن قطاع غزة في حين قال أيضا أن الحرب مستمرة حتى القضاء على حماس ألا يبدو ذلك متناقدا؟ لغاية الآن الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي متفقان على ضرورة إزالة حماس من قطاع غزة سياسيا وعسكريا لا يوجد هناك خلاف حولها في المسألة الخلاف هو ما بعد الحرب والترتيبات الأمنية هذا الذي أرويه لك هو من المعلن نحن لا نتحدث لا عن تسريبات ولا عن تحليلات نتحدث عن المعلن المعلن أن الجانب الأمريكي مازال متمسكا بالمبدأ الإسرائيلي القائل بأنه يجب إزالة حماس سياسيا أي من حكم قطاع غزة وعسكريا أي بشل قدرتها العسكرية الجانب الإسرائيلي يريد أن يتم هذه العملية حتى لو استغرقت عدة أشهر أو حتى عدة سنوات كما قال بنيمين نتنياهو وغالنت وغانس أكثر من مرة الجانب الأمريكي لا يريد استمرار هذه العملية العسكرية لفترة طويلة دون تحديد ميقات بشرط أن يكون هناك إدخال المواد الإنسانية دون قيد أو شرط وتعزيز الأوضاع الاقتصادية بإدخال معونات وغاز طهي وخيم وما إلى ذلك عن طريق معبر رفح وأيضا عن طريق معبر أبو سالم الخلاف هنا أو التباين هنا مرة أخرى ولماذا أنا أريد أن أميز بين كلمة الخلاف وبين كلمة التباين لأن الخلاف هو يفضي إلى صدام لا يوجد هناك خلاف ولا يوجد هناك صدام أما التباين في وجهات النظر فهذا بين الحلفاء وبين الأصدقاء وبين أولئك الذين وقعوا اتفاقيات سواء اتفاقية القدس التي تؤكد على أن على الولايات المتحدة ملزمة باستخدام مخزون الاستراتيجي لدعم إسرائيل في حالة الحرب أو اتفاق 2016 الذي يعطي الإسرائيليين الذخيرة التي تلزمهم دون قيد أو شرط ودون أي دوافع سياسية أو منعها بسبب أن إسرائيل خرقت القانون الدولي وما إلى ذلك وهذا هو الأساس في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هو أساس يقوم على تبادل المصالح الاتفاقيات العسكرية والتحالف السياسي تحديدا في مجلس الأمن شكرا أحمد البديري مرسل الغد من القدس المحتلة